السلام عليكم ازايكم يا بنات عاملين ايه يا رب تكونوا بخير انا عملت فيديو سريع كده بس بصراحة الفيديو ده كنت حب اعمله لاني من كتر ما انا مستفزة من الموضوع موضوع هو تحدي الاكل يا جماعة اللي منتشر على الفيز بطارية فضيعة موضوع ده جماعة مش سهل الموضوع ده صعب انا شايف ان الناس مستسهلة الموضوع جدا ومبرح يعني شوفت فيديو استفزيني ان واحدة اي وجوزها طلع كل واحد فيهم واكل بطاية 3 كيلو الموضوع يا جماعة مستهل الموضوع صعب انت خيله مده خطورة ان انت تاكلي وجبة زي دي مرة واحدة انت بس الموضوع صعب صعب يا جماعة خافوا على صحيتك اكتر من انتو هموكو على الفلوس خافوا على صحتك وصحتك اهم من الفلوس والله الفلوس بتروحوا تيجي عادي انما الصحة لو رحت مش بتيجي متقولوش ان انا عشان كارناة صحية واننا عشان دايت وعشان الكلام ده كله طلع بقول الكلام ده لأ الموضوع مش كده خالص والله لا يوجد أسهل من الأكل وما يأكل أنا أقول كنصيحة الوجه الله الموضوع خطر والموضوع ممكن يحصل مشاكل كبيرة يعني أنا مش عايز أفاول على الناس اللي بتعمل تحديات ممكن في ناس تقول لي طب إحنا الموضوع بندخل نتفرج نضحك وكده من زهق اليوم أو كده أنا بتكلم من الناس اللي بتعمل تحديات إن الموضوع صعب اعملوا أي حاجة تانية متحكة اعملوا أي حاجة فانية بس بلاش موضوع التحديات الأكل ده جماعة وكمان غير كده التخن الناس اللي بتاكل الكمية ده بتدخن يعني بعدها بشهر ولا شهرين هتترجاعوا تشوفوهم قبل ما يبدأوا موضوع التحديات وبعد ما بدأوا موضوع التحديات الناس فعلاً بتدخن بطريقة فضيعة وفي وقت كياسي وانتو متعرفوش قد إيه الموضوع ده خطير فياريت يا جماعة قال لي الموضوع التحديات ده وكمان برضه بسبب إن راعوا شعور الناس إن الناس دلوقتي الحياة بقت صعبة والمصاريف بقت غالية ويعني حاجة زي كده يعني ممكن الناس تقول ليه يعني حرام ده احنا مثلاً حاجة زي كده احنا بنجيبها مرة في الشهر ولا مرتين في الشهر اللي ولدنا لما لاقي واحدة مبرحية وجوزها بتاكل كل واحدة فيهم بطاية 3 كيلو ايه جماعة في ايه؟ يعني نهدى شوية بجد ونعمله محتوى راقي شوية كده ومحتويات ترفيد الناس بدل اللي احنا بنعمله ده ونستفز الناس أنا عارفة إن فيه ناس بتحب التحديات دي وفيه ناس مش بتحب التحديات دي أنا ولا مع ده ولا مع ده أنا مع كلمة الحق اللي أنا عايزة أقولها ويعني كده لله يعني مش غرضي حاجة من الموضوع بس بجد جماعة قللوا من الموضوع التحديات ده قللهم من الموضوع من Relative والموضوع صعب وبعد كده هتندموا على كمية الاكل اللي انتو بتاكلوها دي على صحتكم انا كلامي ده مش عشان والله كوناتي صحية وباكل الاكل صحي والكلام ده كله هو المفروض اصلا ان احنا ناكل صحي ونعيش حياة صحية يعني مفيش حد بيأكل كمية الاكل اللي بتطلع في التحديات دي انا الموضوع بصراحة اتكلم فيه عشان الموضوع مستفز بدرجة بايت بايخة بايت دماء تقيل يعني حاولوا يا جماعة بالله عليكم تخفيفوا الموضوع ده وراعوا شعور الناس برضو انا ان انا بشوف الكومنتات ناس كتير تقولك راعي شعور ان فيه ناس بتبقى بتجيب الحاجات دي بالعافية لولادها وبردو الناس مش هميمها بتاع التحديات وبيجيبوا بيزودوا في الاكل ولا كان لحد بيكلمهم فبس كده هو ده اللي انا كنت عايز اقوله بصراحة من مبارح وانا مستفزة قوي من الموضوع ده من ساعة مشوفت الفيديو دوت وبجد الموضوع بقى يعني مش عايز اقول زيادة عن حده الموضوع كمان بقى مقرف ان فيه ناس بتاكل بطارية فضيعة على قدام الكاميرا وموضوع مش حلو يعني فيه محتويات احلى وفيه افكار احلى بس ياريت احنا نفكر وهتلاقي حاجات كتير بتضحك وهتلاقي حاجات كتير جدا تتعمل فبس كده يا ريت محدش ادقي مني بس بجد الموضوع لازم يتعملوا سطوب شوية وتفكروا في صحتكو اكتر ما تفكروا من الفلوس وبس كده السلام عليكم موسيقى